بالراحة على مجتمعنا يا أستاذ أنت متصور أنه فوق القانون دايماً بتحتمي بالخارج على حساب الداخل لا يا حبيبي أنت زيك زي أي واحد أنت تتعامل باحترام مع هذا الوطن ولا تتاجر بأسماء أحد أبداً خليك موضوعي ما حدش قالك الشمال ولا يمين بتشتغل وترمح زي ما أنت عايز بتعمل في الجونة زي اللي ما أنت عايز خدت أراضي زي ما أنت عايز ما حدش قالك فينك فبالراحة علينا وأرجو بالفعل يعني هزا شخص هزا شخص لا يراجع نفسه أبداً الحقيقة وإحنا يامنا في حاجات كثيرة منفلت اتكلمنا يعني هو وعلى فكرة إخواته غير كده وولده الله يرحمه غير كده خالص على الإطلاق وكانوا دايماً يقولوا له بطل كفاية ده في يوم الأيام طلع في التلفزيون المصري في القناة الأولى مع لبيس الحديدي قال معزرة في اللفظ أنا مساعدة طلع دين أم أم صفى بكري ولما كلمت أنا سلفئي قال لي حاجبك ترد عليها ولكن للأسف ما جبنيش أنا سلفئي عشان رد عليه في المرة التانية فأنا بقول له يا أخي في لغة محترمة في التعامل إحنا كلنا نحترم بعض بلاش تحرض على الوطن بلاش تتكلم بهذه اللغة إحنا كلنا أبناء وطن واحد متعرفش تتفرق بين مسيح ومسلم إحنا ما عرفش الكلام ده يا أخي المعتمد البريطاني كرومان قال في يوم الأيام لا تعرف المسيح من المسلم إلا عندما يذهب المسلم إلى المسجد ويذهب المسيح إلى الكنيسة والغريب إنه هو بيكلم عن الدولة المدنية والحديثة وغيره أي مدنية أي مدنية وحديثة ما يسمعوا ويشوفوا بابا توادرس ماذا قال الكنائس تحرق 64 كنيسة تحرقت من جماعات الإرهابية وخرج قال وطنهم بلا كنائس أفضل من كنائس بلا واضح خداسة البابا شنودة مصر وطن يعيش فينا يعني فلازم على الأقل أرجو من يصمت خليك في فلوسك وخليك في صلواتك وعلى فكرة كل فلوس برة كل فلوس برة يقولي بيعمل إيه هنا في مصر بتعملي بس الجيونة والبتاع ده في حاجة تاني بتعملها ما فيش حاجة تاني بتعملش وتشارك في المشروعات وتأخذ القرشنا